دور المؤسسة الوطنية المستقلة في تخليق الحياة العامة هو الموضوع التي تمحورت حوله أشغر ندوة من تنظيم الهيئة المركزية لعقاية من الرشوة ومؤسسة وسط المملكة الندوة تبحث محاورتهم متارزة نزاها بالمغرب دعم التعاون مع منظمة التعاون التنمية الاقتصادية ودور التواصل في النهوض بالحكامة الجيدة آمننا بأنه لا يمكن أن نصل إلى الأهداف إلا بمعية كل الفاعلين من نسيج جمعوي ومن فاعلين داخل المجتمع المدني كذلك لا بد أن نعمل لا يقتصر عملنا على الصعيد المركزي بل يمكن أن ننزل لتكون هناك تغطية شاملة لكافة تراب المملكة على صعيد جهوي على صعيد محلي السفير البريطاني لدى المغرب كلايف ألدرتون نوها بإرادة المغرب في الانخرط في المعايير الدولية في مجال المشاركة السياسية والحكامة الجيدة وحورية التعبير مؤكداً دعم بلاده لهذا النوع من المبادرات السفارة البريطانية في المغرب تدعم هذه الندوة لتتناول مجموعة من المحور التي تتحظى بأهمية خاصة وتناقش إشكالية محاربة الرشوة وترسيخ الشفافية والنزاهة دعم السفارة لهذا النوع من المبادرات لأتي بمنطلق كوننا شريكاً حقيقياً للمغرب وتميزت هذه الندوة الوطنية بعرض نتائج مشروع تعليز القدرات المؤسساتية في المغرب وتطوير النزاهة في القطاع العام والذي يحمل من بينه أهدف دعم المؤسسات الوطنية في تخليق الحياة العامة ترجمة نانسي قنقر